أخرى ناجحة من بين تجارب الناجحة أطلقها مصطفى بعد أن استثمر أو أطلق مشروعه الخاص في زراعة الموز التجربة لقت استحساناً ونجاحاً كبيراً تعفوا على حكايته في هذا الربورتاش هو سيد مصطفى مازوزي مهندس فلحي قرر التخصص في زراعة فاكهة الموز هذه هي موازته واقعة ببلدية سطولي اليوم يقص علينا تجربته نحن هنا اليوم في مزرعة موازة موازة سيدي فرج وراهي تسمى راهي أول موازة على مستوى الوطن من 2017 ونقدرش نقول ما بديناش الموز في 2017 بديناه في 1985-86 اليوم رانا ندرك عندنا ربع سنين عودنا رجعنا لزراعة الموز إن شاء الله وراهي تسمى الوقت هذا يرانا عندي هنا في سيدي فرج عندنا قطار في 2400 صجرة في القطار هاديك هي العدون سيتي معناها التكثف تعالى الموز في الجزائر ها في السوسار تحت بيوت بلاستيكية يعني بيوت بلاستيكية معناها بيوت متعدد للقباب نوصلوا متكثفة نوصلوا حتى 2400 صجرة في القطار 2400 صجرة في القطار هذا تقريب ما بين 30 و40 كيلو في السجرة وصلنا ل 9800 قطار في القطار المكانية اللي راه ينبلوكي الحالة هي قلنا هي لسير لسير صح لسير راه يدركها متتمسش 20 مليون دينار معناها هذا الجملاير لقطار هذا هو الشي اللي راههم بلقي لجانا نحن اللي كون نقاودي فنانسي الناس اللي يجموية عاونوا لجانا هادم يعطيهم دي كريدي ولا يدخلون عاما بارتناريا ولا لا نضم باللي سي ترفع سؤول مش حاجة كبيرة بالأخص اه الاخطار الواحد يجموية ملاه يجيب دراهمو لسير لتاقطار يجيب يجيبها في عامين ادي مقسمم ومن بعده عودي يختم بلاش هاو الافانتاج كوناف الاسير بانان علاش بارسكو اه الفريوية اليوم تغرصها كما نقوله اليوم على عام يتمدلك العام الأول يتمدلك ها هذا سيتان كنترول قوتيديان لازم شاكفوه من ندخلوا لبانانريا لمزرعة البوز كما عقدان شوفوا وراهي ماشي مخصوصها ماشي مخصوصها كاشي مرض كاشي اه اسكل سلعة وجدت اللي واجده لازمنا نوصلوها باش يجيو الخدامين يجيو نحيوها اه كاشي اه السجرة عندها مشكل اه عرجون مشو مغطي هاد مكامل لازم نفيري فيهم اجور لجور دائما سواعنا ايه ولا كاين الناس ما متخصين في الشي هادى يخدموا غداء هادى اسيتوتها في درمال هاذا العرجون السجرة بتاع البانان تمد عرجون في حياتها عرجون واحد نقولوا السجرة مدة عرجون وانه اه كي يوجد العرجون وجد نقطعوه والسجرة الام هادى بادا نحيوها باش نخليو البلاصة للبنت للرجي كما راك نشوفو هنا يا الرجي هادى هو اللي راح يرم بلاصي الام نصف هلا بللي خدمة سهلة خدمة اللي ممكن يعني يندمجوا فيها ويخدموها بغير اي مشكل انا شخصيا عملت دي جا دي فورماشيون على مستوى المعهد تاع اليتما تاع نطايا تاع هراوة شعراش كبير لدي زيتودينان الناس دي بورتورت بوجي مهتمين بزاف بزاف شعراش كبير لدي زيتودينان الام نحسبو خدمين على عندك خمسة خدامين على العام اللي راهم في القطار يكون غضوان عندنا خمسالاف قطار على مستوى الوطن خمسالاف على خمسة خدمين راي خمسة وعشرين الف خدام ديراكت معناها اللي راهم خدام في الصجرة في البنان ما نحضرش على اللي زين الان ديراكت كان إيرادة كاينة والإيرادة والشي والخدام والفلا الفلاحين كاينين يحوصوا غير اشي هدا يعني بالعخص اللي جن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة